اكد سعادة المهندس ابراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن العمل جار على تنفيذ أعمال مشروع الصباغة والفحص والصيانة على جسر الشيخ خليفة بن سلمان الرابط بين محافظة العاصمة ومحافظة المحرك جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير لجسر الشيخ خليفة بن سلمان لتفقد أعمال المشروع وبين سعادة الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج صيانة الطرق الذي تنفذه وزارة الأشغال من أجل حماية الأصول والمحافظة على شبكة الطرق لضمان استدامة الخدمة ورفع مستوى السلامة المرورية عليها وذكر الوزير الحواج أن أعمال المشروع تتضمن صباغة وصيانة جسر الشيخ خليفة بن سلمان على امتداد أربعمائة وأربعة أمتار لفتا إلى أن الوزارة انتهت من إنجاز حوالي عشرين بالمئة من هذه الأعمال كما أكد سعادته أن الوزارة تبدل كل جهودها وإمكانياتها لتحظى الطرق وشوارع مناطق المملكة بالعناية والاهتمام الكافيين لرفع معدلات السلامة وتعزيز كفاءة شبكة الطرق اشتركوا في القناة